هذا الشيخ سلامه ناقشابانديه يزده من جده وشال يجيب تهجي وزدورهن ده ناقشابانديه يجيب ان يكون بر إماما عالم كشي عجلي قبرهن اكين الشيخ سلامه توفيه في أربعينيات القرن الماضي برمين سيجيز جز قرقنشي ألف توميومي أربعين لا ألف توميومي برمين توميومي 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 يعني هو مولود في ألف وتوميومية مسلا وستين سبعين شيك هاسم هذا الإمام رحمه الله ذهب للحج مع ناقشابانديه من طريقته إلى مكة وهم في مكة في الحرم وهذا الكلام قديم يعني هذا مثلا قبل ألف وتسعمية في ألف وتوميومية زمان في ذلك الزمان كان يوجد عبيد إنسان عنده عبد فذهبوا الحج وهم في مكة جالسون في الصلاوات في الصلاوات الخامس يجدون رجل فلاح مصري مزارع وعليه يلبس لباس المصريين الذين يعملون في الحقل وعليه طين الحقل في كل صلاة يجدونه يدخل صلي ويخوج يدخل صلي ويخوج فقالوا للشيخ سلام رأينا شي عجيب قال أحضروه إليه لما يدخل في الصلاة يدخل صلي ويخوج في الصلاة الفريضة التالية وجدوا فقالوا تعالى كلم الشيخ قال له من أنت؟ قال أنا فلان عبد عند فلان في قريتك أين أنت؟ قال أنا في مسجد القريت أنا كلما انتهيت من العمل في الحقل أجد هذا المسجد أمامي أدخل أصلي وأرجع إن شاء الله يشتي بترسم إليه نماز وققه أصلي كلم الشيخ سلام رأينا فعرف الإمام الشيخ سلام أن هذا الرجل ولي كبير وله كرامة تحصول له كل يوم بأن يصلي في الحرام وحوة في مصر وحوة المسكين يظن أنه يصلي في مسجد القريا لا يعرف فرجع الإمام سلام إلى مصر وذهب مباشرة إلى القريا فوجد العبد يعمل في الحق وفي الصلاة أذهب فذهب إلى سيده مالكه وقال له هذا العبد من كبار الأولياء ولا تخبره لأنه لو عرف تزول هذه الكرامة من كان له كرامة فليخفيها إذا أظهر أو تفاخر بها نزعها الله منهم فطلب منه الشيخ سلام أن يعتقه لوجه الله وأن يتركه كما هو يفلح في الأرض ويذهب يصلي أرض وقد كان ذلك إذن الولي ليس بالضرورة أن يعرف أنه ولي ولا أن يكون في طريقة صوفية فكم من إنسان لا يعرف القراءة ولا الكتابة وهو من كبار الأولياء والعلماء ممكن يقعون في الذنوب ناس سوف ينسون أدواء طبيعات فكرة تدريب بلاك الله عن المعرفة هذا هو التصوف طيب طريقة النقشبنية في وسط آسيا والشازلية في مصر والقادرية في العراق والهندو وباكستان هذي تساعدك تساعدك جميل تساعد نظر أن هذا النقشبنية المعرفة الكرامة و���اد في العراق ويقابة المعرفة يغيب في هذه الأرض نظر muito قد بحرات ملكة وأنها ليست فريضة نعم تجربة جولة بير يشتلي قيرا قيرا قلو يورجن وشوند ايوه يشور ببكتسن شوند برسلين باروز بليوزغا ايتقان ديكن مين پريومد بلغن دن قرقو يمن برق بير پريومد من جولات قرغن دن قرقو يمن ديكن والتجربة كما قال الشيخ أحد وسائل الوسول إل الله واحد من الأولياء جرب ذكر فوصله فنصحا أقه وقال جرب اللازي جربت هذا هو التصوح تجربة اخرج بوجه